اشتركوا في القناة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا في دقيقة وحدة ما تفسير رؤية الحرم بدون كعبة رؤية مخيفة وسيئة في نفس الوقت فاذا رأى الانسان في منامه الحرم المكي بدون كعبة فهذه الرؤية يحتمل والله تعالى اعلى واعلم على ان الرائي والرائي هنا قد يكون رجل قد يكون امرأة فتاعة عزباء شب اعزب حامل مطلق ايا كان فهذه الرؤية رؤية الحرم المكي بدون كعبة يحتمل ان هذه الرؤية تدل على ان صاحب الرؤية يفعل اشياء ينبغي ان ينتهي منها على الفور فهذه الرؤية تدل على يعني سبحان الله العظيم امر سيء وينبغي الرائي ان ينتبه فهي رؤية تعذيرية واحيانا تدل هذه الرؤية ان الرائي سيئاته غلبت حسناته يعني سيئاته اكثر فعليه ان ينتهي من السيئات وان يزيد في الحسنات رؤية تحذيرية وربما تدل هذه الرؤية على احتمالية ان صاحب الرؤية يلهو ويلعب ويعني شهوات الدنيا غلبته وكل هذا على حساب الاخرة ومع شديد الاسف فينبغي ان يخاف ينبغي ان يعذر من هذه الرؤية وينبغي ان يعمل لاخرته وعندما يستيقظ ينبغي ان يبدأ على الفور وحيانا رؤية الحرم المكي بدون كعبة احيانا تدل على القرارات الخاطئة التي يقوم بها الرائي والتي ستؤثر عليه في حياته في الفترة المقبلة فهي رؤية شديدة اللهجة انظار شديد اللهجة فعلى الرأي ان ينتبه وان ينظر في حاله وان يصلح من نفسه تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته